وصل صوتك تونس ونهار خمسة وعشرين جان في انتلاق في جميع الجهات تعالى كل مش حكيو على الفيلم هذي مش نبدا معايا تباركالا لكيب متاع الفيلم هذي مش نبدا لكيب الكل مي أتاون نبدا لدي سفرس طيح بدأ ببطالة الفيلم أنيسا داود مرحبا بيك على موزاي عايشك أسلاما المخرج لطفي عاشور مرحبا بيك على موزاي مرحبا عايش بو زادة أشرف بن يوسف مش خاطر خليناك تيل خراني الوجه الجديد اللي يظهر في الفيلم هذي معاك أنا محنش نتلايو بيك مرحبا مرحبا بيك مرحبا بيك يعايش دونك نبدا معك أنتي أنيسا دونك فيلم غضوة حي بارشا كلم تقال على الفيلم هذي الكلام اللي تقال عليه أنه مثلا يحكي على البوليسية ومنعشنوا الكلام هذي يعني بلاي واضحنا الاحكاية هذي خلينا نسكروا الملف هذي من الول لاي الفيلم هو قصة الخرافة قبل كل شي أهم حاجة لا بيتمشي على خرافة أتيحكي على الفيلم وإن نحكي على شنو بش يصير في الأخر تحكي على شو بش يصير في الأخر قدك تعالش معني عن قدك هني سيكت دونك هذي قصة ثلاثة شخصيات عليسا حسين وزينب اللي هما قصة كوتفودغ أميكال ثلاثة من الناس حتى شاي ما كانوا المفروض يخلي أنهم يتلقاوا وأنهم أوليو أصحاب تلاقاوا في لما كيف هاليجنة اللي هي ليلة 14 شانفي الأحداث صارت حدث بناتهم جمعهم إلى الأبد وجمعهم حول سر السر هذي يسغيبر ويحهم خليهم هكا وراهم وواصلوا حياتهم من ثلاثة سنين من بعد السر هذي يرجع يدخل بعضهم يدخل بعضهم أحياتهم ويخليهم يدفعهم في مغامرة ويدفعهم في بحث سيغتو دونك في أنكات وسيسبائنز الفيلم يجعلهم يعودوا ينظروا في أنفسهم في ذاتهم وفي بلادهم دونك الفيلم هذي هي الخرافة من بعد يتطرق بارش قضايا قضايا نعيشو فيها اليوم أنا بسبالي الموضوع الأساسي هو مسئة الأمل وعلاقتنا مع الأمل سيغتو بالنسبة لجيلنا اللي هو معناها هو جيل بعض الأديولوجيات نقولوا اللي قالوا لوراه معادي شيم من أنه غدوة يبشيكون خير من اليوم جيل أمنا وابونا كانوا يسخيبوا صغارهم فمقتنعين اللي صغارهم بشي عيشوا خير منهم أحنا سيبا سور دونك هل مسئلة متاع الأمل هي قضايا عالمية وقضايا مهمة في تونس وفما مواضيع أخرى مواضيع المعاملات مع البوليسية لكن زادة الفيولانس عالقنا مع العنف تنجحولوا من القضايا خطفوا مبارشة قضايا يعني الفيلم وكانوا حب أنوا يلم مجموعة كبيرة ياسمي القضايا وركز عليها على مدة 85 دقيقة يعني هي المدة متاع الفيلم تقريبا ساعة ونصوة أو الفيلم روايئي طويل اللي لطفي عشور اللي يظهر الموقف متاعك أنك مع الثورة في الفيلم هذا أنا فمع الثورة سفاد و سواء معنيها بالطبيعة كاني الثورة لا لا خطر فمشكور راول يبدأ من توا ولا يعبر على نوع ضد الثورة لا نعرف لا لا نشوفه فيه مش من توا نشوفه حتى من 2011 وعمال عمالنا 2011 يبعد وعمال زادة الوضعية اللي نعيش فيها نعيش معناها حياتنا صعبة حيات ممكن مش احنا ديريكتما احنا مباقي بالنسبة الناس خرين فما نس خرين منا فين وحداش ما امورها دهرت اكثر العيش اغلات اكثر وبيه هذي الكل نعرفوه دونك فما خلى برشا ناس بتوت معناها بكل واقاحة ساعات يعني يقولوا اللي صار ما هوش ما حقوش صار ولا حتى يكون عندهم موقف بليسان زادة ويجرح ويمس من ناس اللي ماتت الاخرية به دونك انا بتبيعتي معناها مع ثورة بالمعنى انه النظام اني كنا نعيش فيه كنا كان مفادين منه كان قامعنا كان ما خلناش نتنفسه كأشخاص كمواطنين ولا كمبدعين زادة يعني كيتبدل ومشي هالنظام هذي وتبدل وجيه انتوكا صارت هال الروبتور هذي في تاريخية منهجم نكون كان معها خطرينها من الناس اللي ما كنتش فرحان بالوضع اللي قبل اللي كان فرحان وعنده واموره وشيخة واموره زيهية في وقت بن علي بتبيعه ما نجمش يكون فرحان اليوم فما برشا اكثرهم وقلبوا الفيستة وامورهم زادة هانيا حتى اليوم دونك انا مع الثورة من المنطلق هذي الفيلم ما هوش كما قلت طوانتي قلت قضايا هو الفيلم راو قبل كل شي نحب نقول للناس احنا الفيلم راو فيلم يعني الفيلم مشروع فني وجهة نظر على حكاية الحكاية قبل كل شي كما قال تانيس هي حكاية ستون كيستيون حكاية ثلاثة شخصيات والشي والثلاثة شخصيات يمثلوا رواحهم ما يمثلوش خاطر احنا دين معنا تندانس في تونس وقت اللي تشوف انتي صحفية في المثال شخصية زينب صحفية كينا تمثل صحفية بتاعتونسوا الكل لا صحفية تمثل روح بيانسور فما النجم فما قراءات نجم تصير يعني على الصحفة وعلى شخصية على شنو الوضعية الصحفية اماما الولايد اشرف يعني حسين في المراهق يمثل روحه قبل كل شي ولو هو يمثل الشباب يمثل الشباب ولكن يمثل الشباب وقت اللي يتفرج فيه يصيرك الفينومان تعليد انتفيكاشون يحس روحه قريب ليه يحس روحه فك الشخصية هذيك يعني احنا انا ما عنديش لابريتنسيون بايش نعمل فيلم ملم بالمواضيع الكل وياخذ مواقف من الدنيا الكل بترجع لكا حكاية اللي قلتها انت قبلها متاع البوليس هو في الفيلم فم شخصية متاع البوليس وقت بن علي دونك دوتوت فاسون يعني في سينما في امريكا من الافلامهم ولكل فيها بوليسية مش شريف متاع الويستيرن حتى لنا وصلنا لل فهمت ما يمثلوش فخص ما ما يقولوش اه اريد كيفيش الشريف متاع معناها يمثل يعطي صورة على البوليسية هاكا ولا هاكا ولا بيهي ولا خيب ما هيش صورة على البوليسية ما هيش صورة على صحفيين هي هو الفيلم مستكفي بروحه ويمثل كنروحه الحكاية بش نكاملو خطر العباد راهو احنا نحكي من بعض وصفوه عنا قضايا وبعلي جورناليست نقعدون تنقش في حاجات ومتخصش برشة جمهور جمهور اللي تخصو هي القصة والخرافة وانلي حابيت نقولو انا اللي انفات الفيلم مبني بطريقة معناها ستان وياج يقوموا بيها ثلاثة شخصيات ستون افنتور وستان وياج عبر الافنتور هذي يتلقوا بعدة شخصيات مختلفة يمكن هذي اللي انتي قلت في مدة درقات ديش دو كنجالغي البرسوناج ديو فاما ممثلين حاب نذكرهم خاتر لوت في أعطاء معناها أدوار قوية برشة ولو هي تنجم تكون صغيرة في الوقت لكن مهمة جدا وما ينجموا يتقمسوها كان ممثلين برعين كيما طفال قفصي كيما كيما سيعيس حراث كيما غازي زغباني كيما محمد الديهج تشوفو في لون في كلو غاسون ما نعرفوش فيها كيما فريال شاميري كيما جوهر باسي كيما برشة 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 ممثلين دوري عشور دوري عشور قبل كورشاي سامحني خطر هي نخم فيها في التريول الأساسي دونك الشخصيات هذية الثانوية اللي يتلاقوا بيها الشخصياتنا الرئيسية دوري عشور أشوف بن يوسف لمثل حسين وإنا لمثل زينب انفت يغيروهم تماما هما ثلاثة شخصيات وسختورز وزبنات اللي فانتتخانسفورمي بالمغامرة هذية ورأيتهم لتونس بيش تتبدل على خاطر اللي فانتخونتخي الرئيسية الرابعة هي بلادنا بيش تتكون عبر الفيلم في مخ المتفرج صورة أخرى صورة إكليكتيك صورة مولونا لهالبلاد صورة يمكن بعيدة جستما على كل ما نشوفو فيه من 14 جنفي خاطر عنا فنومان اللي العباد وليتوا تقول تونس هكا ثورة هكا الحقيقة هكا هذي كني اللون واحد اللوت في ميزة أعمال وليدي ما فاما دي نوانس دي 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 كملكسيته حاجات ما فاميش ريرو جنتي جستما البوليس اللي عانت ما هوش خايب ما هوش بهي زينا ما هيش بخفيت عاليسا نون بلو ما فاما حتى شخصية اللي هي 1 اغو يمكن النقاء يمثلو يمكن حسين لكن ما نحبش نقول برش العباد بيش تكتشف معناها هو حامل معاني أخرى دوك هذي هو المهم المهم هي الصفرة اللي قوم بيها المتفرج الرحلة يقوم بيها المتفرج معا شخصيات ودوكوز يتعرضوا لقضايا أخرين وليتخابرس ما نتوقفوش عليهم دوك هذي كعليش الفيلم ميحاولش بيشي عالش لكن كم دون لفي لفي يغيش فيها برشا موضيع وبرشا قضايا ميون نساغيت با جستو عباد يزمنا زاد العنان نحكيو على يعني قصة 14 جنفي ولا البداية اللي بديت في 14 جنفي في الفيلم مخدت كان حيز زامني قصير يعني خاطر كل شي جام بعد 14 جنفي يعني متاسنو زاد التركيز بارش كان على 14 جنفي بالرمزية متاع وبش نواصر في 14 جنفي وتنسي يعني ما جاء بعد 14 جنفي في الفيلم التركيز وين التركيز يعني على القصة على الكلام على لا مرغوز صحفيين يزبرون برش على 14 جنفي يمكن زاد هو فما نقطة إيجابية خاطر ردود في الصحفيين حتى في الإزارتيك ولا في الإزاميسيون ولا حتى الجمهور يقولون للمشاهد اللي صورنيهم يخص 14 جنفي غيوسي ظهرولهم حلوين بيان في يقول لك عكسيون يقول لك بو دوك هذي حاجة إيجابية وتتحسب معنا بوزيتف الخدمة يرجيك هي قليلتها العباد اللي عاشوها في الشارع كل هربة وكل خوف وكل عباد اللي ما كانتش تعرف بعضها تعرفت على بعضها وساعدوا بعضهم إكستيغاء احنا اختنمنا الفرصة هذي باش نخليه حسين عليسا وزينما يتلقى سيتو ومبعد ابدأ الفيلم ومبعد ابدأ الفيلم ايو بدي أقبل البرتي 14 جنفي سيتام فلاشباك انفيت باش نفهم باش نرجع للقضايا اللي حكيت لك عليها يعني في الفيلم المسنا انه فما كلام على علاقة بين المواطن والامن استقلالية القضاء دور الاعلام مستقبل الشباب تهميش الجهة التجارة الموازية هما كلهم اللي حكيتك عليهم بك يقلت لك رغم مجموعة من القضايا والمجموعة من النقاط اللي سجلوا حضورهم في الفيلم هاي هو يعني ثلاثة سنين بعد احتاج اربعتاش جنف دونك الفيلم يحكي على الشخصيات هذو في وسط عايشينا حياتهم نرمال عادية معنا وحياتنا احنا اليوم كتوينسا اللي فاتوسي من هال الحاجات اللي كنت تحكي عليها انت الكل معناها اربعتاش جنف اللي حتى في اللغة حتى في اللانجاج دخل وقتنا نقوله قبل الاربعتاش جنف وقبعد اربعتاش جنف قبل ابن علي وقبل ابن علي بعد ابن علي ما يورب مثال الحاجات الاخرى اللي حكيت عليها باختير دو مومان كيما قالت نيسا اللي شخصيات يعني دي بلاسمان مام هما يمشيوا من تونس البلاي سخرة يعني فما بخكوغ في وسط تونس في تونس مش العاصمة معنا البلاد سكيفي فخصي ما وقت اللي فما بشي قابل وزيد شخصيات اخرى اللي هي عندها مشكلها وعندها اما الفيلم فيلم ماهوش طرح جامعي ماهوش طرح ماهوش وثائقي ماهوش ارتيكل متاع متاع صحفي ولا ينتز فهمت كيفيش يعني كل حاجة اذا نتعرضولها نتعرضولها على خاطر دراماتيورجيكمو على خاطر في الحكاية عندها عندها ليش بتكون موجودة فهمت ماهوش يعني الناس اللي تفرجت في الفيلم واللي حكينا معهم عملنا برشة اللي قايت مع الجمهور العباد ما تشبدلكش على القضايا تشبدلك على الفيلم تشبدلك على القصة تشبدلك على الاموسيون اللي حاسة تشبدلك على الضحك على الضحك زيدة اللي موجود في الناس معناها تضحك وتصفق ميم يقوموا يصفقوا في وصل فهمت دو سيكونس يعني بصفة خاصة الناس تحكي على هذية تحكي على لفات أنها الفيلم هذية معناها يقول لك على خاطر دو ما ندخلو من اللي يدفع الضو من التصوير الأولى ما عادش يخرج من الفيلم حتى حتى يعود يدفع الضو يشعر الضو يشعر الضو دونك سي أمبوغطان ولو ولو معناها فهم حكايات بكاسحة شوية في وصل فيلم ساعات ميسي تخيز أمبوغطان أنا نذكره خاطرين بالنسبة لها متنجمش تحكي حتى كالكسوال السيغيو متاع الموضوع يلزم يكون فهم الفرجة كسوال خدمتي في المسرح ولا في السينما يلزم المتفرج أهم حاجة تعطيه سبكتاكل تعطيه فرجة وتعطيه زادا خاطر لقلق في وسط فيلم ولا في وسط مسرحية إذا قلقت سيكو سيباغيو سي فهمتا مازلنا مش نجو نحكيه على الثورة خاطر حتى الفيلم هذه ثورة بالنسبة لك لوتفي مش نجو نحكيه على دوريا عاشور مش نجو نحكيه أنيسا داود خدمتك مع لوتفي مش نجو نحكيه على شباب الثورة زادا أما نحب نحل بحيث تشكر ليه أنا ننطبع الكورة أنا ننطبع معناها نتفرج برشا في الفوط أما نحب اللعب نحب اللعب alba معنا الجماعيات الجماعيات لأيكوب أهي لأيكوب ناصي لأيكوب نافي لأيكوب ناسي هيا نقبل نتفرج هيا هيا تفهمت هيا سيكون من الصباح ويمش تمشي تفرش في الطرف هيا سيدي شون تكاهونتكم اليوم قداش تونستربح اشرف انا خانش معتش نتكاهن خطر عملتها في راديو اغراد بح تروحي حسب ما فهمت بيركي نفسه وزيدة اكيب صحيحة دونك المستوى متاع زوز اكيبات قريب البعض دونك نتصاور سكور بطبيعة ما يلزم هاتونستربح اما بتاتو سكور متاع واحد بلايش دوز بواحد ولا حاجة قريب البعض المهم نربح شاء الله مربوح بالنسبة للفيلم هذي غدو حايزة دي مثل ثورة حكينا بكري نحنا على ثورة و 14 جنفي مثل ثورة بما انه بعد اكثر تقريبا من 25 عمل بين مسرحي وسينمائي هذا اول فيلم طويل للطفي عشور فنالما قررت انك هذا هو وقايت هذا هو الفيلم طويل معناه عملته فيلم قصيرة و بوقت اللي كنت في نفس الوقت نعمل في المسرح وقايت وقايت على خاطر عندي بارشة معناه حبيت في دي زاني نحب نخدم نحب نعمل الفيلم المشكلة لي المسرح كنت نخدم بطريقة معناه كما يقول شفوزي بكوت ميزانسين جوكوه قررت تاوى ثلاثة سنين باش نحط نعمل هدنة نحط المسرح دي كوتي وفي هالعامين ثلاثة هذومة عملت الفيلم هذا وعملت أفليم قصيرة وتاوى مبدئيا في المستقبل القريب فسوان قاعد نخدم على مشاريع متاع أفليم هنا بالحق تجربة أولى مع الأفليم الطويلة وانت هكا في وسط الشيقة هذية مع الفيلم اللي مازال فرشكو العباد مازالت تكتشف فيه شنوه قرارك؟ التجربة هذية زي مني نزيد نخدم عليها أكثر وإلا يلا خلينا نعود نرجع لها في مديدة أخرى لا لا بالعكس معناها القرار أنه نخدم بدينا نخدمه بعد ما كملت الفيلم على المشروع الفيلم الجي خطر يظهر لي زي دا يلزمني أن معناها ما نجم نحسن الخدمة متاعي كان يفو فاق لشوز معناها يفو كريف ما تنجمش تحسن نظريا ويظهر لي زي دا كي تقعد أربعة خمسة ستة سنين بين فيلم وفيلم يصعب عليك دوري الخدمة تصعب خطر برشا حاجات تتبدل اللغة متاع السينما تتطور كل يوم معناها قاعد تشوف حتى مثلا السيغي اللي قاعدين يخرجوا الأفلام كل مرة تاكل كف يعني تشوف ناس جيبت حاجات شكل جديد في التصوير حتى في التمثيل دونك الممارسة يلزمها تكون موجودة ومنتظمة وما تقفش حتى كان عملت فيلم طويل ما يمنعنيش بش نعمل أفلام قصيرة خاطر ما نجمش نقعد عامين بش نعمل بين فيلم وفيلم وانا ما نخدمش وما نخدمش مع الممثلين ما نخدمش مع التصويرها ما نخدمش مع الموزيكا الى اخيري دونك وهذا كان انا حتى كي خدمت حتى في المسرح أول ما عملت أول مسرحية عملتها قلت يلزمني نعمل على الأقل كل عام مسرحية جديدة C'était une décision وشديد صحيح معناها ما همش برشا شتوف في فرنسا معناها من بعد لقيت روحي نخدم في مسرحيتين ثلاثة فما في 2000 عملت حتى أربعة إخراجات في عام واحد دونك نفس جي بزوان دو سا بيش خدمتي تتاور منتي تحكي أنيسا هكا تتباسم و تتحكي يعني أنيسا أو لطفي خدمتكم أبعادكم شونا تجم تقول يعيطولنا أنيسا لطفي ممكن تفاركي الممثلة أنيسا لطفي قبل في التلفزة ليش نوع ناجم أقول لحنا شو سؤال هذيت معناها تترح برشا ساعة جميلة أنت تتحكي أنت تتحكي تتحكي لا 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 وفاما اللي يظهر له يكون سيفيكي يقول لك على سبا تنكا لا 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 أنا فقط نحب نقول اللي أنا في خدمتي في المسرح طوى عندي أنت تتحكي أنت تتحكي تتحكي مع نعمين حمدة على طوال فهمت؟ قولوا لي عليش تتحكي مع نيسا على طوال نخدم مع نيسا على طوال على خاطر سخافهم يمكن لا خاطر كيف كيف يعني خاطر على خاطر إليا توجوغ نحس اللي مع نيسا كما مع ناتشا دوبون شغال اللي عملت معا أثناش المسرحي أروا أثناش المسرحي وخدمت معا بس لونيش عليها وخدمت معا أربعة فليم كو سيناريست ولا ساعة سيناريستا بارانتيا دونك أنيسا مش نقولها بكل بكل سمبل ما أنيسا بالنسبة لي سيناريستا سيناريستا أكتريس دوسا جنراتي معناها في جنراتي متاحة من أحسن المماثلات وبخلاف اللي فات أنها من أحسن المماثلات زيدا أنيسا من المماثلات القليل الفنانين تفعا ما نسا أو الرجال اللي عندها كمان دير عندها نظرة واسعة للمهنة بتاعنا معناها تنجم تكون مماثلة ولكن تفكر زيدا وتكتب دونك النجم نلقى روحي معها في الخدمة سور ان تانك كواتور المشروع الكل ومتاع شريكة متاعنا مشروع أحنا حاملونه مع بعضنا اللي هو بدينا أحنا وجوهر الباستي بحب ستوري وقعدتنا وانيسا بعد سرقته الموسيقى هاي جوهر مشي علينا خطر المكليت والموزيكا معانا جوهر موجود في الفيلم وموجود عمالنا مع بعضنا زوز مسرحيات وثلاثة فلامة الاخيرة دونك عندي هال المجموعة هذية اللي فيها دي تكنيسيان زيدا مثلا معايز الشيخ العمالت معا هالخدمة الفيلم بتاع الكل مع معايز فما دي تكنيسيان خوري امال الرزق اللي عاملى الدكار هذي الفيلم الثاني اللي عمالته معا ونحب نكامل نخدم معا امال على خاطر فرحان بالخدمة معا امال وفرحان و امال ما زالت من الناس اللي هي بيدها اللي بيالي بكو بلوان دونك ان بدلوش في ريق رابح ووالا بار كونتر اشاك فوا في كل مشروع يدخلو نيس جدد خاطر يغذيو زيدا يجيبو حاجة جديدة كيما اشرف مثلا اليوم كيما خدمت معا لاتيفة القافسي ولا عيسى حراث في ريال شاميري مش اول مرة نخدم معا بعدنا بدت معايا في المسرح في باريس نحب نعاو نخدم معا لاتيفة القافسي ولا عيسى حراث ولا محمد ديش على خاطر بالنسبة لأي الناس دوما ما زالنا ما زال عنا ما زالنا نجمون فيش اوبعادنا انا طانك واحد ممثل ولا ممثلة ولا كاتب ولا ريديو كاراتور ما زالي نجم يفجأني وانشيخ عليها نكمل نخدم معا حتى احد ميرع بتي تولير معلوت في راب كامالية قلتولهم حتى 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 عنده بلاس ومضمون خلنشوف اللحكياني الفيلم جي في انيسا فيلم جي منحكيوش علي خاطر منحبش انا الي عوينا بزالنا نكتبو جيوبت على كل شيء كان عندها فما الدور اللي انيسا معناها يتنجم تكون الممثلة اللي يتمثل الدور اذاك بيان شوور كان ما فماش الدور ما يوعبها انيسا لا لا بزالنا نكتبو يعني النجم نشارك في كتابة وما نشاركش في التمثيل انتي دجا يعني شاركت في الكتابة بالنسبة للسيناريو وين تظهر التوش متاعك البصمة تاعك في السيناريو كتابة متاعنا وانا سيسا كي مبلاي معناها في الكتابة الجماعية خاطر حاجة مش غريب عليها منقبل العمل اللي معلوت في انو وقت اللي تلقا ورقينا انكور بلس لم تكنيك هذيه حتى معنا تاشا زادالي عندها نكتبو يعني انترانت مجموح لإنك تولي عندنا تلاحة متلاثة معنى هساعت لانية معنى اللي فكرة متاع مجموح لانترانرين جمعه وصاعت pressing لديم جمعه وصاعت وبعه يتعادوا عدهت مرات وعدهت مرات لإكرتورنا سيناهو طويلة بارشة يتعادوا عدهت لاذا برجا مرات ساعد dans des séances de groupe و ساعد dans des travaux individuels خاتر ذلك الكتابة c'est un travail solitaire donc في الأخر جنقول لك هذا جاي من هذا ولا هذا جاي من هذا نعرف على خاتر من les expériences متى أنا من خاتر دي ما تمشيتكو من خزينة ذاتية زادة نعرف ليه هذا فما لا توج متى هيدل أما أوفينال le scénario c'est vraiment ولا أحنا تلاثة معاش تشم حتى تفرق et c'est ça qui est intéressant على خاتر بالنسبة تناول موضوع تبدأ عندك des identités différentes لتفيراج أنا وناتشان سي معنش من نفس الجيل من نفس عن العليق مع الحاجة donc du coup أنت عندك à l'intérieur de l'équipe d'écriture l'avocat du diable عندك سيكون يقول لك ليه هذا لي أنا فما نقض شديد ودي discussions très très poussées و très très حدي إن سات et tant mieux je pense que هذا سا نوري و يسري المشروع الفيلم تصور الفيلم موجود اليوم لكن أطلب أنك مثلا أنك تعطي دي نوت للممثلين اللي حضروا في الفيلم أعطي كارتون جون و كارتون خلونا 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 شوف أنا نسمي لك أعطي النوت ها نبدأ باني سيد داود ميسيرج تقيلوني ميارف ميسيرج ميسيرج أعطي أعطي ميزلت رفهم ممثلين أخرين الكل مش نعطيهم ميسيرج نعرف 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 أنيسا داود بو شبا ثمانية على عشرة ب ب أشرف أشرف بن يوسف ثمانية على عشرة دري عشور أعطي بلاكس لنه تعطي لغمارك اللي يحطوه لحظة توجيه دري عشور كيف 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 خطر يلزم نخليه دي مهرج تحسن تحسن لاي أنا ولي موما ونجم نخل نقل كلهم عشرة على عشرة سي وفيت صحيح أعطي 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 دري عشور اللي ميش ممثلكا وميبنت المخش أنا بنسبالي دري عشور سوطو مخرج أخدمت معها قبل من مثلة معها دري سي كالقان كي كمانسي تري جون أعطي تسعة سنين في أفليم مع مخرجين كبار وخدمت في مشاريع أكبر برش من المشاريع أخدمت يوم أنا أخدمت آخر فيلم صورته مع باتي أعتقد أنه المشاريع كانت 5 مليون دور حاجيك منها كمان من دو آخر وكام مخرج سي جون رياليزاتيس تري تالنتيوز سوارت ثلاث أش قسيرة سوارت منهم زوز و اللاخرين كان في المست رمتع بنيز سي تري رياليزاتيس تري pointو كي سي باش عشو تحب كي تعرف كيف تدريج و تعرف كيف تحط تن دي سي و أن تتعاد هيا كم ممثلة الهي كم تدخلش و الهي تخي دي مخرج و للي پارتناير بتاح دو نعرف بعضنا مليح من جانب آخر نعرف هيا الديريجيني دو ست أغرياب نقلب ونكون فيه على الفيلم منو شهرة عدد أيام قلت السينمائية في غضوة حية للمخرج لطفي عشور وقفة أم الموجعة ما الذي فعلناه بشباب الثورة الشباب الثورة اللي حاضر في الفيلم هذية أترافير الوجه الجديد اللي كان مفاشئ يعني بالنسبة للآراء والعباد اللي يتوارجوا في الفيلم أشرف بن يوسف حسين مرحب بيك أشرف وبيك صح ده بيزبتين عليك سيش خليوكم اللي خراك أشرف يعني تجربة أولى في التمثيل تلقى روحك في أيام قرتاج السينمائية في فيلم مع أنيسا داود مع لطفي عشور كيف عشت التجربة هذه تجربة ساعة تعلمت منا برشا حاجات أنا وكان حاولت مش نحكي على الشباب اللي في تونس تاو قدم روحه في في الثورة هذه من بعد يلقى روحه أعطاه الفرصة لعباد أخرين بشادة الكريسي اللي مبعث أول ما ضربوا ضربوا الشباب في تونس اللي تون ما ما يحطم ويحطم كان الشباب اللي قدم روحه في البلاد هذه حسين هو الشاب التونس اللي تاو موجود اللي موجوع اللي مزال مدريش على روحه نجح في الثورة ولا منجح هذية هو حسين يعني ريت في الفيلم هذية ما يعبر عليك أنت حسين عشف يشباه لك معناها شباه لي ما دامني خاطرتونس ما دامني شباب شاب متوين سيكون كان يشباه لي حسين في الفيلم يعني كلامك بصراحة يعني برشا بادرا ومشي اسمه وطاو بشي تفاج وطفل رو عمره وستاشن سنيه بشتبدا واضح هل في الفيلم عمره ستاشن سنيه ما تاو عمري واحد وعشرين سنيه نصغير عمرك ستاشن سنيه زي تظهر صغير ودي ما نقول وراهم ستان افوطاج بنصب الممثل معنا جزتما اللطف يعني قديش مهم انك تعطي فرصة لشباب كما هكاية انه يكون حاضر انه يظهر انه يبرز في عمل سينمائي مهم اكثر من مهم ديك عليش نحكيه على انيسة ولا الناس اللي خدمت معهم برشا مرة تقول لك زادة بالنسبة ليا اللي يلزم في كل خدمة فامة روح جديدة والشاي اللي معناها الروح جديدة هي موجودة زادة في شخصية حسين وفي الخدمة مع أشرف وأشرف معناها جد روح وفي احنا خدمنا عمال برشا صغار وصلت للمماثل اللي حاشتي به ولو هو أول مرة وقاعد يتعلم إلى آخره ولكن خدم عطا كل ما عنده في الخدمة وخدم وعاونوه وتعامل معناها سكيت بيانس إنسان كما عيسى حراف بالخمسين سنوات تجربة متاعه يتعامل معاه بكل محبة وهم من غير ما يتنازل معناها الند للند فهمت المسرح مش معناه كما قال برشا عبيدي اللي أنا جاي من الشارع حاب يحط أنا من المسرح الهوية تتكونت يمكن شوفي روحي أنا محترف اليوم في تونس شوفي روحك محترف هو ذا من الحق كتمثل في فيلم وفيلم تعرض في أيام قراءة السيني ما ميسيلش يعني نحنا ما نجمو كنش نجوك وعندو انطلان معناها عندو الكاميرا تحبو وعندو حاجة عفوية قوية برشا لكن عندو خدام خدام وأبسيرفاتور على الأخر معناها حسيتو أنا مودستما ومعناها كزميلة في البلاتو بين أول نهار تصوير وآخر نهار تصوير تبدل تماما معناها خدمة التي تكنيسيا فهمها خدمة الممثلين الأخرين الريتم شنو ينجمي حسن ما يكتفيش بوقت اليور يبدأ فرحان ديما يحب يلا بغت أم بو بلوس في البرز اللي بعدها دوك عندو المكونات متاع الممثل المحترف الكل ديجا موجودين والرغبة الرغبة الرغبة على فكرة الشخصية ذي اللي خدمت هنا تعبتني شوي بخرجت منها كان بسير حاولت كيفية بشنو تخلت قمصتها الشخصية من لول بحثت عليها وهي كانت شخصية متاع حسين صعيبة شوي ما عشت الشينا يمكن كيف اللي عاش وهو بعض ما نلقى روح يخرجت مكل العبدة ذاك كان بسير بذبت بما أن خلطنا لأخر الوقت وماذا بينا كنزيد أكثر نحن أما كلمة أخيرة على الفيلم وين ماشي الفيلم في عشرين ثانية الفيلم اليوم في القاعد في تونس من 25 في القاعد تونس هما الكوليزي البلاس سيني جامير الحمرة زفير لاغوغا سينيفوغ والمونديال في سوسا كل يوم زادة في البلاس في بنزارد في الماجيستيك بش نكونوا نهار 5 في في بش نعملو دباح له ياسر لتنمو دونك هذي بش يكون مع سبعة ونصف في في الكرم عند سيمون سوف ذويب نهار جمعة 3 في في قروين نهار 3 في في نهار 4 8 في نكونوا في في تونس ونحاول نتواصل العروض في الجهات مزلت قاعدة تتبرمج ونحاول نمشي في بلايس لكل فما قاعد سينما ولا ما فميش ونحاول نحاول نتبع وبدأ دباع هذي حاجة فغيما حاتيناها مع لطفي وليكيب منتع الإزابيات مشروع فني في حد البرى من تونس البرى من تونس فما سودان فما تتوان في المغرب مصر سويسرا قاعدة زدى مهرجانات تيخذ في الفيلم بالضبط شكرا لكم ملاء لطفي عشور مخرج فيلم غضوحي نيسا داود إحدى بطالات الفيلم و أشرف بنيوس بزدى أحد أبطال الفيلم بارك الله فيكم يعيش قمش شكرا لكم